دخل نادي بورتو البرتغالي في مفاوضات مع شركة دوين سبورت الملكة لخمسين بالمئة من عقد ياسين إبراهيمي من أجل شراء كامل العقد وجميع حقوق اللاعب وهو ما يسمح لنادي بورتو بالتفاوض لبيع إبراهيمي بكل حرية حيث أكد موقع دي سبورت بأن ملكية عدة أطراف لعقد إبراهيمي هو ما جعل المفاوضات مع العديد من الأندية يتعطل في كل مرة خاصة خلال عرض إيفرتون لضم اللاعب الصيف الماضي